بيتكلم فيلم النهاردة عن أليكس اللي بيروح لحفلة عاملها حبيبته كاثرين وبيبهر كل الموجودين بمهاراته وبتتفرج عليه كاثرين من بايد وهي فخورة بيه وبتقعد ليلي صديقة المقربة لأليكس معاه وبتقوله انها بتغير من كاثرين لانها اجمل منها بكتير وصوتها حلو وفيها كل حاجة اي شخص يتمناها وبتتفاجئ ليلي ان أليكس جاي بخاتم عشان يتقدم لكاثرين وبيفرجها عليه وبتمبهر ليلي بيه جدا وبتدخل كاثرين عليهم وبيحاول أليكس يخب الخاتم عنها علشان ما يحرقش المفاجأة وبتغط كاثرين تتكلم مع ليلي وبتستغرب ازاي عرفت ان جزها هو الشخص الصح للمفروض تقبله وتنصح كاثرين انها تمشي وراء قلبها زي ما هي عملت وان القرارات الصعبة دايما محتاجة جرأة وبعد ما بتروح ليلي البيت بتحكي الجزها اللي حصل لكن جزها بيقول لها ان أليكس مش هيقدر يتجرق ويتقدم لكاثرين ده غير ان كاثرين مش هتستحمل شخصيته لانه شبه الأطفال في التعامل وبيصهر أليكس هو بيلعب مع الكلب بتاعه وبيطلب منه يجيب له الجوابات اللي وصلت له في البريد وبيلاقي فيهم دعوة من أخو كاثرين لحفل زفافه وبيروح بعدها لشغله كدكتور نفسي للكلاب وبيقابل واحدة من زباينه مع الكلب بتاعها بيقول لها ان كلبها بيعاني من القلق وبيقابل بعدها زبون تاني وبيحاول يتواصل مع الكلب بتاعه اللي بيهاجمه كتير مؤخرا وبيقدر يحلله المشكلة وبيستغرب الحارس اللي بيشوف أليكس قاعد في المنتزه مع كلب عضه قبل كده وبيسأله زي قدر يروضه ويخليه كلبه مطيع وبيعبرله عن انبهاره بطريقته مع الكلاب وبالليل بيقابل أليكس كاثرين اللي كان باين عليها التوتر جدا وبيقعد يحكي لها عن شغله والكلاب اللي قابلها ومشاكلها اللي بيحاول يحله وبتقول كاثرين لأليكس انه أفضل شخص شافته في حياتها انها فكرت في الخطوة اللي هتعملها دي كتير جدا قبل ما تقدم عليها وبتقدم له جواب بيفتحه بيلاقي فيه قائمة من المقترحات يعملها علشان يرتبطه ببعض من ضمنها انه لازم يبايد أسنانه علشان لونها أصفر ويغير من طريقة لبسه علشان يبقى أشيك ويلعب رياضة عشان يبقى باباها بيحبه لانه محب للرياضة والرياضيين وبتفضل كاثرين طول اللي تشرح لأليكس بقى القائمة وبتقوله انها مستعدة هي كمان تغير من نفسها لو عايز فبيقول لها أليكس بحزن انه مش عايزها تتغير وانه قابلها كده زي ما هي وبتوعد كاثرين أليكس انه لو قدر ينهي القائمة اللي كتبها قبل فرح أخوها جاري توافق على ارتباطهم رسميا فبيتعصب أليكس وبيخبط التربيزة بإيده وبيقول لها انه كل اللي هميمها ازاي بانه مثاليين قدام كل الناس اللي تعرفهم وبتتعامل مع الموضوع على انه لعبة وبياخد أليكس الورقة وبيكرمشها وياكلها ويسيبها ويمشي من المطعم وبيروح البيت يقعد يلعب بوكس وبيحاول يطلع كل العصبية اللي جواه بعدها بيقعد على اللابتوب بتاعه يدور على بنت مناسبة للارتباط من المواقع المتخصصة ويكون عندها نفس الاهتمامات بتاعته وبيتعرف أليكس على واحدة أونلاين وبفضلوا يبعاثوا البعض رساله ويتكلموا تشات وبتقوله صديقته ليلي انه حاسس بالوحدة بعد اللي حصل مع كاثرين انه علاقته دي غلط وبتقعد ليلي معاه تحاول تفهم اللي حصل مع كاثرين وبتقول ليلي لأليكس ان اللي عملته كاثرين ده حاجة عادية ولازم ياخدها بمنطلق مختلف انها صريحة وواضحة معاه انه كل ستة عندها قائمة زي دي وبتقولش عليها وبتاخد ليلي الورقة وبتوريها الجزهة مع أليكس وبتريق جزهة على القائمة اللي كتبتها كاثرين وبيقول ان المفروض البنت اللي تحبه تحبه زي ما هو بأخطاءه انه مش مثالي لا في الشكل ولا في التعامل لكن ليلي بتجدله وبتقول ان الستات طول الوقت بتتغير عشان الرجالة خصوصا في شكلها وبتنصح أليكس يعمل اللي في القائمة ويرضيها وانه ده طبيعي بيروح أليكس لواحد صاحبه ياخد رأيه لكن صاحبه بيعترض على فكرة القائمة وبيقول له أليكس انه مش هيقدر يلاقي واحدة زيها تاني فبيقول له صاحبه انه ده مش حقيقي انه يقدر يلاقي حد تاني زيها وأحسن منها وبتعود كاثرين مع عائلتها في نفس الوقت وبتاخد رأيهم في أليكس بيعترض الأب عليه وبيقول لها انه شغله مايقدرش يعيل أسرة انه مش موافق على جوازتهم وبيوصل أليكس وبيفتح له والد كاثرين وبتعتذر كاثرين لأليكس على فكرة القائمة وبتتفاجئ كاثرين برد فعل أليكس اللي بيقول لها انه مستعد يعملها بس لكل ده علشانها هي وبتخرج كاثرين تقابل ليلي اللي جات لها جاري عشان تطلب منها ما تقولش الأليكس انها صاحبة فكرة القائمة وبيطلب والد كاثرين من أليكس يتكلم معه لوحدهم وبيقوله انه مش هيقدر يعيش بنته في نفس المستوى المعيش اللي هيعيش فيه دلوقتي خصوصا انه شغله ما بيعملوش دخل كبير وقتها بيوصل أنطونيو دكتور عيون وبيستقبل والد كاثرين بترحب كبير وبيعرف الموجودين عليه من أليكس وليلي وكاترين وجاري وبتاخد ليلي أليكس بعيده بتقوله ما يتوترش وانه أنطونيو مش خطر عليه ولازم يتعامل بطريقة طبيعية لكن أليكس بيتدايق لانه بيشوف كاثرين بتتعامل برقة مع أنطونيو فبيروح لها بسرعة وبيقول لها قدامهم كلهم انه قرر ينفذ القائمة بتاعتها كلها وبيروح لدكتور الأسنان رغم خوفه ورعبه منه وبيكشف على أسنانه وبيعمل لها طبيب وبتعد كاثرين معليلي تستنى في الاستراحة لحدها بيخلص وبتشكره على أنه واجه خوفه من دكتور الأسنان علشان خطرها بعدها بيبص على الطلب اللي موجود في القائمة فبيلاقي أنه لازم يحب رياضة من الرياضات وبيقرر أليكس ينضم الأهل كاثرين ويتفرج على كرة القدم ويشاركهم أراءهم في المباراة وبينبهر والد كاثرين بقراءه وبيطلب منه يقعد جنبه في الوقت ده بيخبط أنتونيو عليهم وبيدخل ومعاتها ذاكر المباراة اللي جاية وبيبهر بيها والد كاثرين وبيسيب أليكس المكان وبيقوم وبتروح وراء كاثرين وبتترجمها يمشيش وبتقوله أن والدها هو اللي دعاية علشان يتفرج معهم على المطش أنها مش مهتمة بيه وبتضطر كاثرين تمشي بعد ما كلمتها واحدة من زباينها عشان الفستان اللي عملته كاثرين مش عاجبها لأن كاثرين بتشتغل مصممة أزياء وبيروح أليكس النادي وبيقرر يلعب تنس لكن بيلاقي قدامه أنتونيو بيلعب مع والد كاثرين فبيقرر أنه هما يعملوا فرقين يلعبوا ضد بعض وبيرمي أنتونيو كلام لأليكس ويقوله أنه كاثرين عظيمة وتستاهل حد عظيم زيها فبيرجع أليكس البيت بعدها وبينظفه وبيقعد يستنى كاثرين ترجع من شغلها لكن بيتفاجئ بصديقة الروسية اللي كان بيرسلها وقفة قدامه فبياخدها لصديقه المقرب دفت وبيطلب منه يساعده ويخليها عنده لحد ما يعرف يحل المشكلة دي وبيبص أليكس على المطلب الجديد في القائمة وبيلاقي كاثرين كادبة أنه لازم يفاجئها كل أسبوع بحاجة جديدة فبياخدها ويعمل لها عشاء رومانسي على ضوء الشموع في البيت بعد منظف المكان كله من شعر الكلب لأن كاثرين عندها حساسية ضده وبتشكره كاثرين عن المجهود اللي عمله لكن بعد ما بتعود على الكنبة بتشم ريحة عطر حريمي وبتستغرب وبتشوف قدامها أنستيزيا صديقة أليكس من روسيا وبيحاول أليكس يفهمها الحقيقة لكن كاثرين بتتخنق مع أنستيزيا وبيدخل ديف ياخدها ويخرج وبتحاول كاثرين تتملك أعصابها وبيقول لها أليكس أنه بيحاول بكل الطرق يرضيها ويعمل لها اللي هي عايزة من القائمة السخيفة بتاعتها فبتقوله كاثرين اللي أقنعها بالقائمة السخيفة دي هي صديقته المقربة ليلي وبيروح أليكس يتخنق مع ليلي اللي كانت مصدر إلهام كاثرين لفكرة القائمة وبتع تزر له ليلي اللي بتقوله أنها ما كانش أصدقها تتدخل بينهم وبتضحك ليلي بعدها بتعرف قصة أنستيزيا وبيطلب أليكس منها يبات عندهم النهاردة وبيوافق جز ليلي اللي بيخليه نام في قط الضيوف وبيصحي الصبح ويديله أهوات فوق وبيروح بعدها أليكس يقبل أنستيزيا عشان يفهمها الحقيقة في نفس الوقت ده بتقعد كاثرين مع أنتونيو في مطعم فخ وبتسأله لو كان حب واحدة قبل كده فبيقولها أنه حب كتير جدا وبتتضايق كاثرين لأنه أنتونيو بيحاول في كل كلامه يبين أن إيطاليا حاجتها أحسن من أمريكا سواء الأكلة أو أسلوب الحياة لكن أنتونيو بيقولها أنه هي متضايقة لأن علاقتها بأليكس فشلت ومش علشان أسلوبه في الكلام وبيقولها أنه هيحاول يعوضها عن علاقتها الفشلة من ناحية تانية بيروح أليكس لحارس المنتزى اللي بيعود فيه وبيقوله أنه علاقته بكاثرين بوزت وأنه عمره ما هيتجوز حد غيرها وفجأة بتظهر كاثرين وبتعري الوصفة طبية تقدر تأخدها تقلل حساسيتها ضد الكلاب فبيقرر أليكس ينزل على ركبته ويتقدم لها وبيقدم لها الخاتم وبتدخل عليهم أنستيزيا وبتضرب كاثرين وبتوقعها على الأرض وبتتخنق كاثرين معاها لأنها ضيعت عليها أفضل لحظة في حياتها وبيتدخل ديفو بياخد أنستيزيا من قدامهم وبيبعدها عنهم وبيدخل أليكس على المطلب اللي بعده أنه يبقى اجتماع ويخرج مع الناس فبيقرر وقتها أليكس أنه يخرج مع صديقه عشان يتعلم منه إزاي يبقى اجتماع ويتفاعل مع الآخرين وبيقابل أليكس ليلي اللي بتسأله عن تجهيزات فرحه وابنه لازم يبدأ في التفكير في اختيار إجبينه وبيشكرها أليكس على مساعدتها ويلاقي أليكس الطلب اللي بعده أنه سوق عربية من نوع ألماني فبيروح يأجر عربية ومعا نيكي ابن ليلي اللي بيعجب بالعربية البورش اللي أجرها أليكس واللي كان خايفي وسوقها وبيحاول مدرب يقنعه بسوقيتها وهو واقف معه بعيد وقتها بيحرك نيكي العربية وهو بيلعب في الزراير بتاعتها وبيعمل بها حدثة وبيدخل المستشفى وبتجري موم تليلي عليه بتتطمن من الدكتور إن ابنها كويس بحس أليكس بالزنب وبيقول له والد نيكي إن دي مجرد حدثة إن كل الناس بتعمل غلطات عادي وإن الولد كويس وعنده شوية ردود بسيطة وبيرجع أليكس لبيته وبيفضل يفكر كتير وهو بصص للكلب بتاعه بعدها بيروح يقعد مع كاثرن وبيقول لها نتخلى عن الكلب علشانها وإنها مش محتاجة تاخد أدوية وحقا لباقي حياتها عشان يعرفه يتجوزه ويعيشه سوا وبيتكلم بعدها أليكس مع جري اللي كان متوتر من فرحه اللي قرب وبيحاول أليكس إنه يطمنه ويحاسسه إنه ده طبيعي ظلما ما فيش أي مشاكل حقيقية مع حبيبته اللي هيتجوزها وبتروح كاثرن في يوم تزور أليكس في بيته وبتفاجأ إنها قرارت تعوضه عن غياب الكلب بتاعه وجابت له قطة كما إنها ما عندهش أي حساسية ضد القطة وبيشطب أليكس على كل الطلبات اللي موجودة في القائمة وبيروحوا كلهم يتفرجوا على مراسم فرح جري اللي كان متوتر وقبل ما تتم المراسم بتاعت الجواز بيوقف أليكس جري وبيمنعه وبيطلب من جري إنه يعيد تفكير بتقول عروسة جري إنها بتحب حد غيره فعلا ده اللي ممكن يخليه مش قادر يحس بالسعادة معها مؤخرا وقتها بيقارر والد كاثرن إنه يوافق على أليكس كعريس لبنته بعد صرحته وشجعته قدام الناس بتندهش كاثرن من الموقف وبيقفوا هما الاتنين يقولوا عهدهم قدام المعزيم لكن أليكس بيعترف لكاثرن إنه ما يقدرش يسوق عربية وإنه ما حبش القطة ما يقدرش يكمل معاها وبيديها القائمة وبتأسف لها إنه ما قدرش يوفي بوعده معاها وبيسيبها وبيمشي وبيروح يرجع الكلب بتاعه وبيرجع لتفاصيل حياته الطبيعية اللي بيحبها من غير أي تغيير فيها وبيقابل بنت جديدة بتقبله زي ما هو وبدون أي تغيير وبيقرر إنه يفتح معاها صفحة جديدة وينسى كاثرن الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم